لقطة ثانية يا سين أنا في أول حصة لي معكم حكيت على العقيدة ألعب كلش إلا العقيدة الصحيحة العقيدة لغة هي ربط الشيء أو العقدة اصطلاحا هي الاعتقاد الجازم الذي لا ريبة فيه ولا تشوبه شائبة بأن النافع والذار هو الله سبحانه وتعالى أنه لا نافع ولا ذار ولا مغني ولا مفقر ولا رافع بلاء ولا مبتلي إلا الله سبحانه وتعالى لما تسكن هاته الفكرة وهذا الحدث في خاطرك وفي قلبك يرتاح قلبك ويرتاح كلش ورب سبحانه يقولك ألا بذكر الله تطمئن القلوب ياسين باش ندخل القضية الصحر وقضية الحواج هذه رأها موجودة كما كان يقول محمد على الخوية موجودة منذ القدم يعني قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا في معنى الآية الكريمة وبسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تدخل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومؤنزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنا فلا تكفر هذه القصة هذه رأى موجودة في الإسلام موجودة في الدين موجودة في كتاب القرآن العظيم جاء في الإسرائيليات أن الله سبحانه وتعالى لما تعجب الملائكة من عصيان بني آدم ومن عصيان آدم عليه السلام فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يختاروا فيما بينهم في الإسرائيليات ولا أقول حكاية يعني في الإسرائيليات وردت أنه أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يختاروا من بينهم ملكين ينزلون إلى الأرض ويفتنها الله سبحانه وتعالى بشهوة يعطي لهم شهوة كما لأن الملائكة مطهرة عن الشهوات يعطي لهم شهوة كما شهوات البشر ويشوفهم يعصوا الله ما يعصوش فاختاروا الملائكة هاروت وماروت فنزل ببابل وعطاهم الله سبحانه وتعالى شهوة الإنسان وشهوة حب النساء وشهوة السحر أو فتنة السحر فكانت هناك إمرأة يقال أنها من بلاد فارس هذه المرأة هذه من بلاد فارس وكانت جميلة جميلات في ذلك الزمان فكانت محبة للارتقاء وكانت محبة أنها تطلع للسماء وتشوف وتكتشف فذهبت إليهما لكي يعلمها الكلمة السحرية أو كلمة السرية التي من خلالها ترتقي إلى السماء لأنها ملائكة نزلوا من السماء فرفضا الأمر فأغوتهما ولأن فيهم الشهوة التي وضعها الله سبحانه وتعالى التي أدتهم إلى المعصية فعلمها تلك الكلمة فمساخها الله سبحانه وتعالى لما رفعت إلى السماء بكوكب ويسمى كوكب الزهرة والحكاية رأيها مش حكاية قالها سعد لمين ولا ألفها ولا هي موجودة في الإسرائيليات ويمكن الجميع أن يطلع عليه لما طلعت هذا المرأة للسماء موسيخت على شكل كوكب هذا ما جاء في الإسرائيليات وهذا ما جاء كذلك تحدث فيه والإمام أحمد بن حنبل وتحدث فيه ابن ماجة وتحدث فيه الأصفهاني والبيقهي تحدثوا كامل في هذه القصة نزيدك حاجة واحدة أخرى الملكين هذون هم اللي علموا السحر للناس بفتنة جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم وقالوا لا تكفر فإنما نحن فتنة تعلمت الناس من خلاله خاصة الشياطين السحر وفي الآية الكريمة موجود فيها وهذه مهمة جدا لأنه موضوعنا اليوم يحكي على هذه أنا بالك الأخوة ما ذكرهاش ما يفرقان به بين المرء وزوجه علها ذكرت هذه وليس قال لك ما تعلموش السحر بها يقتلوا الناس ولا بها كذا لأنه إبليس عليه لعنة الله وعليه مسحة حق من الله يكرم كل نهاية يوم أقرباءه من الشياطين والبلائسة يقول له ماذا فعلت يقول له أنا اليوم حرطت بين هذا وهذا اقتل الخوه يقول له وانت وش درت يقول له أنا اليوم ماذا كده المال الحرام ويقولوا أنت عندي اليوم بمكان علي التفريق بين الأزواج الذين يفرقون بين المرء وزوجه الذين يخربون البيوت الذين يetteيمون الأطفال الذين يهلكون الناس أقول لكم من هذا المنبر أهلكتم الحرطة ونسل رب إن شاء الله يخرجها فيكم ورب إن شاء الله يجمع كل الناس اللي راح تفرقت ويجمع بين الأزواج اللي راح رب سبحانه صبت هذا الناس راح تبع بيناتهم وجعل إن شاء الله كيدكم في نحوركم يوم إن شاء الله لا مفر ولا عقاب